وقفة الشعب المصري والتي تتكلم عنه حضرتك وقفنا هذا المخطط الذي لم تنجح فيه الكثير من الدول للأسف الشديد التي ما زلنا نحذن عليهم كأشقاء عرب ما حدث في ليبيا وما حدث في العراق وما حدث في سوريا وما يحدث الآن في الدولة الشقيقة السودانة التي كانت هي ومصر تو أمروح واحد وأنا أعتقد أن ما يحدث في السودان من أخطر ما تتعرض له مصر الآن تتخيل بقى أنا ممكن أن أسيب كل حاجة بنتكلم عنها غلق أسعار الدولار الذي تحول من دولار إلى سلعة أنا مش مصدقة لماذا ولماذا النفوس الضعيفة من بعض مننا وليس الكل يستغل هذا الموقف في ارتفاع غلق أسعار سواء كان عن قصد أو غير قصد أو أنه فعلا تعرض أن الأسعار عاليت أو ما عاليت أمره وغير ماله أفع عند نقطة سودان أنت تستشاري الخطر الأكبر والأعظم وما يدور في سودان على مصر طبعاً ليه؟ سودان طول عمرها هي العمق الاستراتيجي للمصر والعمق الأمني في مصر أنا أستدعى جملة قالها أنها حاس باشا رحمة الله عليه رحمة الله علي تقطع يدي ولا تفصل مصر عن السودان عندما كان الإنجليز باستمرار عايزين يخبرك مشروعهم الأساسي مشروعهم الأساسي نفك مصر عن السودان النيل بيجي لك من السودان وبالتالي عندك مشروع أسيوبيا وخطورته الشديدة على مصر من خلال السودان نهرك جاي لك من السودان العمق الأمني هي حدودك القوية جداً الجنوبية السودان عائمة على بترول في الجنوب أراضيها الزراعية سوداء من تشمحتها غير أنك ترمي فيها البزور يبقى عندك أحسن محاصيل الزراعية في العالم لم نستطع مصر أنها تستفيد من السودان وفصلها من السودان ولم تستطع للسودان استفيد من السودان ولم تستطع بالزبط لماذا؟ لأن مقصود هذا يا فندم يعني ده في إطار مخطط ولا صدفة ولا لا لا إطار مخطط هي السودان دلوقتي بتمتص من مين؟ البترول دلوقتي بيمتص من مين؟ يعني ما يابل بالسودان ده مخطط زي ما أضف الليبيا بقى نفس كده زي الربيع العرب اللي احنا تكلمنا عنه الليبيا كيف؟ لماذا الليبيا فيها دولتين دلوقتي؟ فيها حكومتين حكومتين صحيح بالزبط فإذا أنا بقنادي بعودة العرب تاني إلى بعض وإن نتمنى الاستقرار لأن ده لي مفعول ولي رد فعل على كل البلاد العربية وبيأصل حتى على البلاد الأوروبية